بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخمسة وسنتناول فيها الموضوع الرابع وهو بعنوان اختبار المعلومات المالية المستقبلية هنغطي الموضوع الرابع من خلال عدة نقاط النقطة الأولى وهي تعريف المعلومات المالية المستقبلية وأهميتها طيب بالنسبة لما هي المعلومات المالية المستقبلية يقصد بها وفقا لمعيير المراجعة الدولية والمصرية اللي هو معيير المراجعة المصري رقم 230 بشأن اختبار المعلومات المالية المستقبلية هي تلك المعلومات المالية المبنية على افتراضات عن الأحلاس التي قد تقع في المستقبل ورد فعل المنشأة المحتمل تجاهها وهي تخضع بطبعتها للحكم الشخصي بدرجة عالية ويتطلب إعدادها مبارسة قدر كبير من التأدير أو الحكم الشخصي وقد تكون المعلومات المالية المستقبلية في صورة تنبؤات أو تأديرات مستقبلية أو خليط من كلاهما وعلى سبيل المثال قد يكون هناك تنبؤات عن عام واحد بالإضافة إلى تأديرات مستقبلية عن خمسة أعوام ويقصد بالتنبؤات المعلومات المالية المستقبلية المعدة على أساس افتراضات خاصة بأحداث مستقبلية تتوقع الإدارة حدوثها بناء على خبرتها في الماضي ورد فعل الإدارة المتوقع عند تحقق تلك الإفتراضات وذلك في تاريخ الذي يتم فيه إعداد المعلومات أي الإفتراضات المتعلقة بأفضل التقديرات كما يقصد بالتقديرات المستقبلية المعلومات المالية المستقبلية المعدة في ضوء أحد الأسس التالية الأساس الأول افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية ورد فعل الإدارة تجاهها والتي ليس من الضروري أن تحدث وكمثال على ذلك المنشآت في مرحلة بدء التشغيل أو عند النظر في أحداث تغييرات كقبرة في طبيعة العمليات أي لا يتم بناء تلك الأحداث المستقبلية بناء على خبرة الإدارة في الماضي الأساس الثاني خليط من الإفتراضات المستخدمة لإعداد أفضل التقديرات والإفتراضات النظرية وتوضح مثل هذه المعلومات النتائج المحتملة وذلك في تاريخ إعداد المعلومات إذا ما تحققت الأحداث وردود الأفعال كما تضمن المعلومات المالية المستقبلية القوائم المالية أو أكثر من بنود هذه القوائم ويمكن إعدادها كأعداد خلية للإدارة للمساعدة في تقييم جدوى استثمار رأس مالي مثلا للتوزيع على أطراف أخرى مثل نشرة الاكتتاب في أسهم أو سندات جديدة التي تمد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن التوقعات المستقبلية وكذلك التقارير المقدمة للجهاد المقرضة لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار منح الائتمام طبعا قد تكون المعلومات المستقبلية في صورة موازنات زي موازنة المشترايات موازنة الإنتاج موازنة المبيعات موازنة المصاريف والموازنة النأدية أو فصورة قوائم مالية تأديرية مثل قائمة الدخل التأديرية وقائمة المركز التأديرية وقائمة التضافقات النقدية التقديرية بالنسبة للنقطة الفرعية التانية من النقطة الرئيسية الأولى وهي أهمية المعلومات المالية المستقبلية بالنسبة لهذه الأهمية ترجع أهميتها إلى حاجة العديد من الأطراف لتلك المعلومات وأهم تلك الأطراف المساهمين لحاجتهم للأقوف على مدى كفاءة الإدارة كوكيل عنهم في إدارة المشروع والقيام بوظائفها خاصة وظيفة التخطيط وما تتطلبه من إعداد تنبؤات مالية تعكس مقدرة الإدارة على استكشاف المتغيرات المستقبلية التي تؤثر على مقدرة المشروع في تحقيق أهدافه طبعا بيحتاج لس المستثمرين الحاليين والمرتقبين أو كما نطلق عليهم المحتملين إلى المعلومات المالية المستقبلية لتقييم مدى ملأمة فرص الاستثمار المداحة واتخاذ قرار الاستثمار ويطلب المحللين الماليين المعلومات المالية المستقبلية للوصول للعديد من المؤشرات المالية اللازمة للتوصية بمدى إمكانية وجدوى الاستثمار واتفق المقردين والبنوك وجهات منح الائتمان على أهمية المعلومات المالية المستقبلية في تحديد مدى مقدرة الشركة على سداد التزامتها اللي هي ديونها وفوائدها مستقبلا كما يحتاج المتعاملين في سوق الأوراق المالية للعديد من المعلومات المالية المستقبلية للتنبؤ بالأرباح المتوقعة للشركة في المستقبل وعائد السهم وذلك لاتخاذ قرارات الاستثمار في برصة الأوراق المالية طيب بالنسبة للنقطة الفرعية التانية من الموضوع وبعنوان اختوار المعلومات المالية المستقبلية سنتناول في هذه النقطة مفهوم وهدف ومعيير وإجراءات اختبار المعلومات المالية المستقبلية وذلك على النحو التالي بالنسبة لمفهوم وهدف اختبار المعلومات المالية المستقبلية يقصد باختبار المعلومات المالية المستقبلية فحص وتقييم الافتراضات التي بنيت عليها التنبؤات المالية وتقييم مدى ملأمة تلك الافتراضات وكذلك تقييم مدى سلامة الافصاح عن تلك التنبؤات وعند قيام مراجع الحسابات باجراء مهمة اختبار لمعلومات مالية مستقبلية عليه ان يحصل على ادلة اثبات كافية وملأمة فيما يتعلق بكل من الامور التالية الامر الاول ان الافتراضات التي بني عليها التنبؤ والتي تم استخدامها في الوصول الى المعلومات المالية المستقبلية تعتبر معقولة وتمثل افضل تقدير للادارة اما في حالة الافتراضات النظرية فيجب ان تكون تلك الافتراضات متفقة مع الغرض من المعلومات الامر التاني اللي هو على مراجع الحسابات عند قيامه بمهمة الاختبار ان المعلومات المالية المستقبلية يتأكد او تحقق انه تم اعدادها بشكل ملائم على اساس تلك الافتراضات الامر الثالث ان يكون قد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بطريقة مناسبة وان يكون قد تم الافصاح الكافي عن كل الافتراضات الهمة بما في ذلك الاشارة الصريحة عما اذا كان كانت هذه الافتراضات تمثل الافتراضات الخاصة بافضل التقديرات ام انها افتراضات نظرية الامر الرابع ان المعلومات المالية المستقبلية قد تم اعدادها على اساس متصق مع القوائم المالية التاريخية وباستخدام مبادئ محاسبية مناسبة طيب الهدف من اختبار المعلومات المستقبلية الهدف من اختبار المعلومات المالية المستقبلية هو ابداء الرأي الفني المحايد على تلك المعلومات وذلك فيما يتعلق بمدى ملأمة الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات المستقبلية وكذلك مدى سلامة الافصاح عن تلك المعلومات من ناحية اخرى طيب بالنسبة للنقطة اللي بعد كده وهي معايير اختبار المعلومات المالية المستقبلية بيتم اختبار المعلومات المالية المستقبلية وفقا لمجموعة من المعايير الصادرة عن مجمع المحاسبين القالونيين الأمريكيين وذلك على النحو التالي المعايير الاول ان يتم هذا الاختبار عن طريق شخص مؤهل وزو كفاءة مهنية كافية وملأمة المعايير الثاني يجب ان يكون مراجع الحسابات القائم بهذا الاختبار شخص مستقل في الظاهر والواقع المعايير الثالث يجب ان على مراجع الحسابات القائم بهذا الاختبار ان يبزل العناية المهنية الكافية عند قيامه بتخطيط وتنفيذ هذا الاختبار وعند اعداده لتقريره المعايير الرابع ضرورة قيام مراجع الحسابات بالتخطيط والاشراف الجيد على تنفيذ هذا الاختبار المعايير الخامس يجب على مراجع الحسابات القائم بهذا الاختبار ان يحصل على فهم كامل لعملية اعداد المعلومات المالية المستقبلية لاغرار تحديد نطاق الاختبار المعايير السادس ضرورة حصول مراجع الحسابات القائم باختبار المعلومات المالية المستقبلية على ادلة ملأمة وكافية لامكانية ابداء رأيه واعداده لتقرير عن اختبار تلك المعلومات المعايير السابع ضرورة اشارة مراجع الحسابات في تقريره عن اختبار المعلومات المالية المحاسبية الى ما اذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم اعدادها والافصح عنها بما يتمشى مع معايير اختبار المعلومات المالية المستقبلية وكذلك الاشارة الى ما اذا كانت تلك المعلومات تم اعدادها استنادا الى افتراضات ملأمة من الملاحظ ان هناك تشابه بين تلك المعايير مع بعض معايير المراجعة المالية التقليدية العشر المتعارف عليها وهي المعايير العامة السلاسة والمعيار الاول من معايير العمل الميداني المتعلق بالتغطية السليم والاشراف الضقيق على المساعدين حيث يتشابه المعيار الاول مع المعيار الأول من المعايير العامة وهو معيار التأهيل المهني والكفاءة ولكن مع ضرورة أن يكون مراجع الحسابات على ضرايا بأسلوب التنبؤ والتحليل المالي ودراسات السوء وبحوث العمليات إذا ما أراد أن يعمل في مجال اختبار المعلومات المالية المستقبلية كما يتشابه المعيار الثاني مع المعيار الثاني من المعايير العامة وهو معيار الاستقلال والحياد في المراجع حيث يجب أن يخطط وينفذ مراجع الحسابات ويعد تقريره عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية بمنتهى الحياد والاستقلال كما يتشابه أيضا المعيار الثالث مع المعيار الثالث من المعايير العامة وهو معيار بزل العناية المهنية المناسبة والالتزام بقواعد السلوك المهني وذلك وفقا لمسؤولياته المهنية والقانونية والاجتماعية ويتشابه أيضا المعيار الرابع مع المعيار الأول من معايير الأداء الماني اللي هو معايير العمل الميداني وهو المعيار الخاص بالتخطيط السليم لعملية المراجعة والإشراف الدقيق على المساهمين ويتطلب الالتزام بهذا المعيار في حالة اختبار المعلومات المالية المستقبلية أن يكون مراجع الحسابات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لتخطيط إجراءات اختبار المعلومات المالية المستقبلية بجانب وجود تشابه أيضا هناك اختلاف ما بين معايير اختبار المعلومات المالية والمعايير المراجعة المالية التقليدية العشر المتعرف عليها وهي أن المعيار الثاني والثالث من معايير العمل الميداني وكذلك معايير إعداد التقارير الأربعة حيث يختلف المعيار الخامس عن المعيار الثاني من معايير العمل الميداني وهو المعيار المتعلق بتقييم مدى إمكانية الاعتماد على هيكل الرقابة الداخلية لتحديد نطاق اللي هو مدى عملية المراجعة ويحل محله ضرورة الفهم الكافي والكامل لعملية إعداد المعلومات المالية المستقبلية من ناحية فهم نظام التنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات وغيرها وذلك لأغراض تحديد نطاق اختبار المعلومات المالية المستقبلية كما يختلف المعيار الثاني عن المعيار الثالث من معايير العمل الميداني في المراجعة المالية التقليدية وهو المعيار المتعلق بالحصول على الأدلة الكافية والملأمة لإبداء الرأي في مدى صدق القوائم المالية حيث أن اختبار المعلومات المالية المستقبلية لا يهدف إلى إبداء الرأي في تلك المعلومات ولكن الهدف كما سبق وأن ذكرنا هو تحديد مدى ملأمة الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات المالية المستقبلية وكذلك مدى سلامة الافصاح عن تلك المعلومات وبالتالي فإن هذا الهدف سينعكس على الأدلة التي يجب أن يحصل عليها مراجع الحسابات والمتعلقة بأحداث متوقع حدوثها في المستقبل وتتعلق تلك الأدلة بتأييد وتدعيم الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية وإنها أفضل تأدلات للإدارة وإنه تم استخدامة في الإعداد والإفصاح عن المعلومات المالية المستقبلية وبصورة متسقة مع القوائم المالية التاريخية وبنفس السياسات المحاسبية وهي ليست أدلة تاريخية مؤكدة قابلة للتحق كما يختلف المعيار السابع من معايير اختبار المعلومات المالية المستقبلية مع معايير اعداد التقرير الأربعة في المراجعة المالية التقليدية حيث يتطلب المعيار السابع ضرورة أن يشير مراجع الحسابات في تقريره عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية إلى ما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم اعدادها والإفصاح عنها وفقا لمعايير اختبار المعلومات المالية المستقبلية وكذلك الإشارة إلى ما إذا كانت تلك المعلومات المستقبلية قد تم اعدادها استنادا إلى افتراضات ملأمة ويؤدي هذا المعيار إلى اختلاف شكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية عن تقرير مراجع الحسابات عن مراجعة القائم المالية السنوية التقليدية أو التدخية على ما نحو ما سنرى فيما بع بالنسبة للنقطة الثالثة وهي إجراءات إجراءات اختبار المعلومات المالية المستقبلية عند تحديث طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الاختبار على مراجع الحسابات أن يراعي ما يلي إمكانية وجود أخطاء جوهرية الخبرة المكتسبة من المهام السابقة قدرة الإدارة على أعداد المعلومات المالية المستقبلية مدى تأصل المعلومات المالية المستقبلية بالحكم أو التأدير الشخصي للإدارة مدى كفاية وإمكانية الاعتماد على البيانات التي تم استخدامها لإعداد المعلومات المالية المستقبلية طيب بالنسبة لهذه الإجراءات يجب أن يراعي مراجع الحسابات عند تقييم العرض والإفساح للمعلومات المالية المستقبلية بالإضافة إلى متطلبات التي تحددها القوانين المتبعة والقواعد التنظيمية أو المعايير المهنية ما إذا كان عرض المعلومات المستقبلية يمد القارئ بالمعلومات ولا يضلله قد تم الإفساح عن السياسات المحاسبية بشكل كافي في الإضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية قد تم الإفساح بشكل كافي عن الإفتراضات في الإضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية ويجب أن يكون من الواضح ما إذا كانت تلك الإفتراضات تمثل أفضل تقديرات للإدارة أو إنها تمثل إفتراضات نظرية وعندما تكون الافتراضات متعلقة بأمور جوهرية وخضع لدرجة كبيرة من عدم التأكد فيجب أن يتم الافصاح بشكل كاف عن ذلك وعن مدى حساسية النتائج كما يؤكد على أنه قد تم الافصاح عن تاريخ إعداد المعلومات المالية المستقبلية وعلى الإدارة أن تتأكد من أن الافتراضات تعتبر ملأمة في هذا التاريخ على الرغم من أن المعلومات قد تم تجميعها على مدى فترة زمنية بالنسبة للنقطة الفرعية الثالثة وهي تقرير مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية يجب أن يتضمن تقرير مراجع الحسابات عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية وفقا للإصدارات الدولية والمصرية على العناصر التالية من الملاحظ في كل المجالات هناك عناصر مسترقة أساسية في شكل أي تقرير متعلق بأي مجال طيب هنا ممكن نقول ما هي عناصر أو أجزاء التقرير الجزء الأول وهو عنوان التقرير تقرير مراجع الحسابات عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية وتضيف معايير المراجعة الدولية إلى هذا العنوان كلمة المستقل الجزء الثاني أو العنصر الثاني ما هي الجهة التي يوجه إليها التقرير هي الجمعية العمومية للمساهمين ثم عندي جزء ثالث أو العنصر الثالث الفقرة التمهيدية هي فقرة المقدمة أو الفقرة التمهيدية ويتم فيها تحديد المعلومات المالية المستقبلية محل الإختبار مع تحديد الفترة المالية التي تغطيها مع الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد المعلومات المالية المستقبلية وكذلك مسؤوليتها عن الإفتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات الجزء الرابع أو العنصر الرابع من عناصر التقرير فقرة النطاق وفقرة النطاق تتضمن الإشارة إلى معيار المراجعة الدولي أو المصري المطبق على اختبار المعلومات المالية المستقبلية من ضمن هذه الأجزاء أو عناصر التقرير أيضا فقرة الرأي وتتضمن تلك الفقرة إعطاء تأكيدات سلبية زي ما كنا بنشرح في الموضوع الأولاني وهو فحص القوائم المالية المرحلية طيب إعطاء تأكيدات سلبية عما إذا كانت الافتراضات التي بني عليها التنبؤ توفر أساسا معقولا للتنبؤ بالمعلومات المالية المستقبلية وكذلك إبداء الرأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بشكل ملائم على أساس الافتراضات المستخدمة وتم عرضها بما اتفق مع الإطار المحاسبي المستخدم لإعداد القوائم المالية أخيرا دائما وأبدا الجزء الأخير أو العنصر الأخير من عناصر التقرير بيتمثل في تاريخ التقرير وعنوان وتوقيع مراجع الحسابات حيث يجب أن يكون تاريخ التقرير هو تاريخ استكمال مراجع الحسابات للاختبارات النزمة ويمكن لمراجع الحسابات أن يصدر تقرير عن اختبارات المعلومات المالية المستقبلية يتضمن رأي غير متحفز أو رأي متحفز أو رأي معاكس وقد يمتنع عن إبداء الرأي وذلك على النحو التالي إصدار تقرير غير متحفز عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية أو إصدار تقرير متحفز عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية أو إصدار تقرير يتضمن رأي عكسي عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية أو إصدار تقرير عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية يتضمن الامتناع عن إبداء الرأي فيها النقطة الفرعية الرابعة وهي تقرير مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات في مصر عن مراجعة نشرة الاكتتاب يتضمن هذا التقرير العناصر التالية قبل أن نخش على العناصر القانون رقم 95 لسنة 92 الزار قانون سوء رأس المال ورأحيته التنفيذية في المادة رقم 5 الشركات التي تطرح أوراق مالية للاكتتاب العام اللي هي الأسهم والسندات بإعداد ناشرة اكتتاب معتمدة من هيئة سوء المال ومن مراجع الحسابات ومن الضروري أن تتضمن هذه النشرة غرض المنشأة ومدتها ورأس مالها المصدر والمدفوع وصابقة أعمال المنشأة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم كما تتضمن مواصفات الأوراق المالية المطروحة وشروط طرحها وخطة المنشأة في استخدام تلك الأموال وتوقعتها وتمشيا مع الأسليم العلمية والمهنية المستخدمة عند أعداد الدراسات الممثلة وماذا تحقق المعلومات وعلى المراجع أعداد تقرير عن هذه النشرة ده النقطة الفرعية المتضمنة للموضوع الرابع والموضوع الأخير في منهجنا متمنياً من الله عز وجل التوفيق والنجاح بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته